عدة عمليات عسكرية قامت بها القوات المسلحة العربية الليبية ضد التنظيمات الإرهابية استطاعت قوات الجيش السيطرة على كل المطارات والقواعد العسكرية في ليبيا عدى مطارين هما خارج سلطة القيادة العامة مطار وقاعدة معيتيقة الجوية ومطار مصراتة بقاعدته وكلياته الجوية مطار وقاعدة معيتيقة هو مطار دولية تضمن قاعدة شوية تبعد 11 كم عن شرق العاصمة طرابلس يسير المطار رحلات للإسعاف الطائر والإغاثة والطيران الخاص إلى جانب رحلات الطيران الداخلية والدولية يقع داخل قاعدة عسكرية تتبع الجماعات المسلحة الخارجة عن الشرعية والقانون حيث تمثل قاعدة المطار مهبطاً لاتجارة الدولية للأسلحة وتهريبها لشمال أفريقيا ولبعض المنظمات الإرهابية المتواجدة بأوروبا يعتبر معيتيقة أداة ربط بين الجماعات المسلحة مثل كاتبة الردع الخاصة والتي تحتبر من أبرز الميليشيات المسيطرة على طرابلس وبين الدول التي تقوم بإملاء أجندتها على الأرض كما يسير منه وإليه رحلات شركة الأجنحة للطيران والتي يترأسها عضو الجماعة الليبية المقاتلة الإرهابي عبد الحكيم بالحاج ما يجعل خروج قاعدة مثل قاعدة معيتيقة خارج سلطة الدولة يمثل خطراً على الأمن القومي قاعدة مصرات العسكرية بمطارها وكليتها الجوية والتي طالما ارتبطت بدعم الجماعات الإرهابية كونها خط التمويل لتلك الجماعات المدعومة دولياً من دول قطر وتركيا وخط العبور لها ولمنظمات إرهابية تتبع لتنظيم القاعدة في المغرب العربي من خلال قاعدة مصراتا ينقل الجرح الإرهابيون إلى تركيا وأيضاً تسير رحلات مشبوهة للشيشان والجبل الأسود لعقد اتفاقيات جلب أسلحة عبر السوق الصوداء بحدف تعزيز قوة الميليشيات غير أن الدور التركي يعتبر الأبرز بعد زيارات عديدة تقوم بها القيادات والميليشيات آخرها ظهور المدعو صلاح بادي في مظاهرات مؤيدة للنظام في تركيا ولم تقف انتهاكات الأمن القومي من قبل الإرهابيين والعصابات المسلحة إلى هذا الحد بل تم إنشاء شبه قاعدة استعمارية عسكرية تتبع للقوات الإيطالية بدعوى مستشفى ميداني لجرح ما يسمى بقوات البنيان المرسوس في حربها المزعوم ضد تنظيم داعش الإرهابي في سرد كما تعتبر قاعدة للتجسس على الأراضي الليبية ففي مؤتمر سابق للنادق الرسمي باسم القوات المسلحة العربية الليبية صرح بأن هناك طائرات إيطالية تجارية تم تحويرها لتكون طائرات للتجسس قامت بطلعات فوق مدن الجنوب كما خرجت عدة طائرات من مطار السقلية باتجاه الجنوب في مطار القطرون واللويغ والجنوب الغربي نحو شويرف ومشروع نينة الزراعي نهيك عن محاولة دعم بعض الميليشيات في الجنوب وتوفير الدعم لبعض الحركات الانفصالية في إشارة واضحة للتدخل الإيطالي في ليبيا يعتبر خروج هذه المطارات خارج شرعية الدولة المتمثلة في مجلس النواب والقيادة العامة للقوات المسلحة مؤشرا خطير ليهدد الأمن والسلم الدولي صفاء الحاسي